غطب شعبي متزايد بات يظهر على المشهد الإيراني في الآوين الأخيرة لربما كان أكثره وضوحا ذلك الذي حدث في مدينة كرمنشاه حين قام الرئيس الإيراني حسن روحاني بزيارة المدينة لتعبير عن عدم رضاه عن أداء بعض السياسيين المحليين إلا أنه واجه استقبالا غير متوقعا أفسد خططه حيث تخللت زيارته هتافات وشعارات ضد سياسة القمع والتجويع التي تنتهجها سلطة بلاده ضد المدنيين مناددين بنسبة البطالة العالية التي ضربت مدينتهم وباقي المدن الإيرانية وعلى الرغم من توقيع طهران اتفاقا حول الملف النووي مع الدول الكبرى والذي من المفترض أن يرفع باقتصاد البلاد ويقلل من نسبة البطالة إلا أن تقارير إحصائية أعلنت عنها مؤخرا وزارة الشباب في البلاد أفادت بأن عدد العاطلين عن العمل في إيران وصل إلى أكثر من ثلاثة ملايين مؤطنة وكالة سبوتنيك الروسية أشرت في أحد تقاريرها إلى الضغوط التي يتعرض لها روحاني خاصة بعد إبرام الاتفاق النووي مبررة بذلك سياسته الفاشلة في إدارة البلاد تقرير يتزامن مع آخر أمريكي يوضح فشل تجربة الصاروخ الباليستية الذي أطلقته طهران عشية الذكرى الأولى للاتفاق النووي والذي انفجر بعد وقت قصير من إطلاقه فيما كشفت قناة فوكس نيوز نقلا عن مسؤولين بالمخابرات الأمريكية عن استخدام إيران تكنولوجيا من كوريا الشمالية لإجراء هذه التجارب الباليستية بعيدة المدى هذه الخطوة الإيرانية أثرت حفيظة بعض المسؤولين عن كيفية أصول تكنولوجيا كوريا الشمالية في إنتاج الصواريخ الباليستية لإيران فحتى الآن لم يصدر أي رد فعل من القيادة المركزية الأمريكية عن فشل عملية الإطلاق الإيرانية كما أنه لم يصدر أي تصريح من الإدارة الأمريكية بهذا الشأن وتعد هذه المرة هي الرابعة التي تجري فيها طهران إطلاق صواريخ باليستية منذ توقيع الاتفاق النووي في الرابع عشر من يوليو تموز الماضي وهو ما عده مجلس الأمن خرقا واضحا للقرار رقم 2231 حيث أصبحت إيران مطالبة بعدم إجراء أي تجارب ذات صلة لثمان سنوات إلا أن مسؤولين إيرانيين أعلنوا مضيهم في إجراء المزيد من التجارب الصاروخية ترجمة نانسي قنقر